ترأس صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين اجتماع المجلس الأعلى لصندوق التقاعد العسكرية وذلك بحضور سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي ومعالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة الفريق عادل من خليفة الفاضل رئيس جهاز المخابرات الوطني وسعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن نعيمي وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن دياب بن صغر النعيمي رئيس هيئة الأركان ومعالي الشيخ أحمد بن عبدالعزيز الخليفة رئيس جهاز الأمن الوطني والفريق الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود الخليفة مدير أركان الحرس الوطني وذلك صباح اليوم وبحث المجلس خلال الاجتماعي ما يتعلق بسياساته العامة لمنجزات وإدارة صندوق التقاعد العسكري من حيث اللوائح والأنظمة الفنية والإدارية كما نقش الخطط الاستثمارية المتعلقة بإدارة واستثمار أموال صندوق التقاعد العسكري إلى جانب النظر في السياسة العامة لصندوق التقاعد العسكري المستقبلية وأثنى صاحب المعالي القائد العام لقوات دفاع البحرين على الجهود التي يبدلها جميع أعضاء المجلس الأعلى لصندوق التقاعد العسكري كما حثم علي على أهمية تضافر الجهود والعمل المشترك ومواصلة طرح الأفكار والرؤى في هذا المجل والتي من شأنها ضمان استمرارية وتطور صندوق التقاعد العسكري والحرص على أموال المتقاعدين ووضع أنظمة وقوانين كفيلة بتحقيق تلك الأمور وتحقيق المزيد من المزايا حضر الاجتماع اللواء الركن الشيخ علي بن راشد الخليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية واللواء حقوقية الدكتور يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية والعميد عادل عيسى زياني مدير عام صندوق التقاعد العسكري وعددا من كبار ضباط قوة دفاع البحرين